نعمل تاني وصفه من تاني حلقة من حلقات ترك مانستان اللي هي أقماع معمولة بالبوف باستري ومحشية بالكريم عندنا بوف باستري هنعمل البوف باستري نفردها وحنقطعها شرائط رفيعة بالشكل ده ممكن لو هي لسه مسكة نفسها نعملها بماكنة الباستا عشان تطلع رفيعة كده أو نعملها بإدنا وبعدين عندنا واحد كوب كريمة ونص كوب جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة وأربعة معالق كبيرة سكر وسكر بودرة للتزيين هناخد البوف باستري وحنجيب أقماع احنا ممكن نعمل الأمع ده من أي ورق حتى بس يكون ورق تخين شوي عشان يستحمل الفورد ونبتدي نلف العجينة حوالين الأمع بالشكل ده ونثبت الجزء الأخير علشان ما يتفتحش بس كده كده إحنا هنحطه الجزء في الآخر ده هنحطه من تحت علشان برضو يبدل مقفول نكرر العملية هادي تانية واحدة ونعمل واحدة كمان وندخلهم فرن بدرجة حرارة مية وتمانين وهيقعدوا في الفرن لحد لونهم ما يبقى لون ذهبي ممكن ندهنهم ببيض بس مش لازم الفوف بيس اللي مليا لها زبدة وهي بتخلي اللون يحمر على طول ده بيكون شكل الأمع بعد ما بتطلع من الفرن ودلوقتي نبتدي نجهز الحشو هنحط الكريمة جبنة الكريمية مع السكر نضربهم مع بعض وحنخففهم بشوية كريمة زي ما نحتاج كده القوان بتاعها كويس هنجيب بايبين باك ممكن نحط فيها نوزل وممكن نزبها من غير كبير هنجيب باك ونجيب باك نضرب مقنة الحشو اي نوع من انواع المكسرات ممكن عين جمال ممكن فزوا زي ما احنا عايزين ونبتدي نحشي الكون او الومع بالشكل ده ونحطه في عين الجمال اشتركوا في القناة موسيقى